دعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاسة مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم سيدات السادة النوى المشتشار المقاسة محترمون نحن نرهن اليوم على الإصلاح بالتدريج وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة واللحتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها نحن اليوم كان عندنا النقاش مع النقابات بثلاثة وقلنا بأننا كانت تبقى المتوسطة ووعدناهم بأننا سنقلسوا معهم قبل أخير السنة ونجدوا معهم أحد البنامج لأن هذا الطبقة حتى يكون عندها يعني في الديسكيسيون مع النقابات في بعض الحلون إن شاء الله سنجيوب بها وهذا شيء إجرابي وكما سننسى وحتى شيحد أنا لا أستطيع أن أغتنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة بعدما عملت في إطال حوال اجتماعي على الرفع من الحد الأدنى للأوجو في القطاع عيني العام والخاص بنسبة 10% والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5% وعملت على الرفع في أجو عدد من المهنيين الأساتذة، الأطباء، الممرضين، أساتذة التعليم العالي وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجو والمعاشات المتوسطة تطلق تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية برنامجاً طموحاً للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المستعى الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم و70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم وهو ما يمتل ميزانية تقدر بـ 10 ديال مليار ديال الدرهم موسيقى